بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المجسدين سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم أجمعينه على كل الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأجل التسليم أهلا بكم دايما ما زلت سعيد بالتواصل معكم سعيد جدا طبعا مع أن ليه عطاب بسيط مرة واثنين حاولنا يعني حاولت أن أنا أقول لكم أني فيرسي أنا أنا عايز أهديكم عاوز أن أنا أوفق ما بينكم وما بين كل البرستات أن أنا عايز دايما أنكم ما تتخضوش لما تسمعوا كل البرستات كل رجالة من الشباب اللي لسه عدى الخمستاشر تقريبا وممكن أربعتاشر كل اللي بيسمونه الفيتيان دول لحد العشرين مع بداية البلوغ وسن المراكب لحد بعد العشرينات وحتى التلاتينات اللي هم اتأخروا في الجواز والباقي حتى فكرة الأربعينات والخمسينات والستين والسبعين والثمانين يعني البرستاتة مش مورعبة للدرجة دي ودليلي أن أنا يعني أنا معتقدش نلعف فيكم أنا متأكل عفية أنا أنا معرفش أوصل لرسالة كويس حلقتين وراء بعد وأنا عمال أأكد كلام وعيده كتير يا جماعة البرستاتة شيء مش مورعب البرستاتة شيء بسيط جداً وإنها مجنة عليها وإنها مش مرق كبير ومش مخيفة ما بنرمش عليها كلها مش الشماعة نرمي عليها كل مشاكل الاحتقان الجنسي ومشاكل ألم الحوض ومشاكل أي مشاكل موجودة نرميها على البرستاتة عند الشباب وعند الرجال اللي زود الرعب أكتر هو لما طبيب الإشاعة أخصاء الإشاعة بيبدأ يشوف الإشاعة ويقولك أنا شايف الإشاعة أسل برستاتة كبيرة شوية عمل رعب للناس العمل الرعب أكتر أن الفتوى اللي بتيجي من أي حد يبدأ يقولك عندك حرقان في البول عندك برستات أي راجع ناقص اللي ناقص أن أي واحدة ستة يقوله عندك برستات وأنا وصل بها الأمر أن فيه ناس كان بتيجي يقول أنا خايفة على والدتي يكون عندها برستات يعني من كتر ما البرستات بقت رعب في موضوع ألام البول ألام الحد دخول الحمام وصل الأمر النقطة كبيرة جداً هو طبعاً معذورين لأنه زي ما قلت لكم يعني الكلام ده يمكن ده بعد الناس مش فخر أن ما حد شعفة برستات غير أطباء وليلين هو بتاع المسالك ده أدارهم وده له ميزة ولا هو عيب ده أدارهم أنهما عرفوش أن البرستات صادقة أطباء المسالك الأنتيم بتاعه لكن في نفس الوقت الأنتيم جميل رغم أنه جاباً لهم جاباً لهم مرضى وجاباً لهم ناس وجاباً لهم باب رزق لكن في نفس الوقت هي مش بالرعب ده مش بالرعب اللي يخلي كل الناس مرعوب يكون عند ما إحنا كلنا عندنا برستات لكن في نفس الوقت برستاتة سليمة معظم الوقت سليمة أقصى حاجة بتيجي حاجة لبرستاتة الاحتقان يعني احتقان يعني دم زيادة والدم زيادة بيجي إمتى؟ لما بيبدأ يحضر جنسه ما صرفش جنس مكتوم بالبلدين يا ترى ممكن تيجي الواحد ما عندوش جنس مكتوم آه لو تعرض لبرد جديد عادي جداً عشان كده عنا دايماً بنقول إيه إن الشباب لما بيتعرضوا لبرد جديد احتمال تدايقه مؤقتاً إن فوق الخمسين والستين من الأفضل إن أي رجل أو بعد الخمسين والستين والسبعين ما يعرضش نفسه للبرد مفاجئ عشان البرستاتة ما حصلش فاحتقام احتقان مش مصيبة ولا تدخم احتقام فتحبس له الميا أو تديقه جامد يعني يكلموني بينكم على مدى الأسبوعين لحد مبارح من النهاردة واللي جمع قعدوا معايا أي حد من اللي متابعني أو مش متابعني استضمت إن جاي بعد الكلام ده كله يقول لي أنا خايف يكون عند بروستات ما أنا قلت لك ما عندكش بروستات وإنت واسق إن ما عندكش بروستات راجعت إن أحدهم أو أن أحدهم زي ما يقوله في اللقاء العربية جاي قال لي ده البرستاتة هو عنده خمسين تقريبا البرستاتة أصل قال لي وزنها 29 جرام يعني 29 جرام إنت تعرف لا بتاع ما عليش مع ترامل الجميع ما حدش يعرف يعني إيه 29 جرام في البرستات إنت إزاي كإنسان عادي مهما كانت وظيفتك حتى لو طبيب مش مسالك يعني إيه 29 جرام البرستات وليه يقول لك وزنها 29 جرام ولا حاجة 29 جرام دي ولا حاجة أصلا يعني إحنا البداية إحنا 40 و50 و60 جرام وبرستاتة توصل ل100 جرام و120 جرام ونستقصالها أو لا يعني مشاكل البرستاتة شكوى وليس حجم يعني أنا مهمنيش حجمها إيه أنا مهمني شكوتها إيه يعني أنت بتشكي منها ولا لا وبرضو أحدهم أو أيضا أحدهم يقول لي بيقولوله البرستاتة أفلة 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 بقول طيب أنت بتبقولي إزاي يقولي كويس جدا طيب يعني أنت بتبقول كويس جدا طيب يعني أنه يقول مفتوحة ولا مقفولة بتبقول كويس جدا يبقى البرستاتة سلكة ما شاء الله أنت 60 سنة وبتبقول كويس جدا نعمل إيه عشان نثبت لك أن البرستاتة سلكة يبقى الفكرة في كلام في كلام مغلوط على البرستات واخده اكتر من حجمها في الرعب لا هي مش مرعبة البرستات ربنا خلقها لها دور ولها دور كبير جدا انت عارفين الظلم اللي ظلمته اللواز عندنا في مصر يعني البرستات الظلمت قده الف مرة متهمة بكل شيء متهمة باي مشاكل في البولد متهمة باي مشاكل في ألم الحوض متهمة باي مشاكل في الجنس اي حاجة نرمي على البرستاتة وخلاص البرستاتة من يعني انا عايز اقول انا اقول لكم مرة الفاتتة انها اسعد من اهل الزوجة بحياتها سعيدة زوجها مع زوجها البرستاتة اسعد بك واسعد بالعلاقة تسعد جدا ان العلاقة الزوجها تكون جميلة جدا لانها بتفوق والجنس ما كتمشي يبقى اذا لازم نتأكد ان احنا ما نرميش اي حاجة على البرستات انت لما بتروح تشتكي شكوى فقط لغير عندي ألم في البول اوكي نشوف الألم ده بسبب ايه عندي ألم في الحوط اوكي نشوف سبب الألم الحوط ايه البول مديني شوية اه نشوف السبب ايه لكن مش عمال على بطر وبرضه من ضمن الأخطاء ان لما الأدوية طلعت انت عارفين فكرة لما قلنا ان المضادات للتهاب في حاجة اسمه مضاد حيوي للصديد لازم نفر بقى احنا بقىنا مسوقفين في المضاد الحيوي ده ليه للصديد وليس للتهاب للتهاب ده اللي هو زي اي قلم اللي هو اسمه التهاب غير صديدي احتقان خبطة في رجبة خبطة في دماغك خبطة في اي حتة خبطة في سنانك كل ده اسمه التهاب غير صديدي للتهاب اللي هو مش صديدي المضادات التهابات زي بقى زي الدول فلاني والفلاني 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 مكتوب عليها مسكن يا جماعة لا مش مسكن لما كاتبوا علامة مسكن ظلموها وجدت أن أي حد يقلق المسكن يرميها وهي أساس العلاج كذلك أدوية الاحتقان للحوض مكتوب عليها للبروستاتا فبقى أي حد جاي عنده ألم في البول فأنا عايز أشيل الاحتقان فأديله الأدوية دي مكتوب عليها علاج البروستاتا يلتم ده أنا عندي بروستاتا دي الغلطة بتاع الشيء ألوه أيها باش أيها باش اتفضل أنا حضرتك جلوات علاوة معاك يا أستاذ جود علاوة ماشي يا فني لو سمحت دكتور حضرتك أنا عندي التهابات في البروستاتا وحضرتك لما جاء بعمل بول البول بيتعمل زي النفورة نفورة يعني إيه مت مترتش آه مترتش وكان عندي حضرتك التهابات في المسانة والبروستاتا وبتعمل لي تعب جدير جدا في المعدة ودائما ساعدتك يعني بيبقى في إهدام عندك كم سنة؟ عندي ثلاثة واربعين ثلاثة واربعين فيه سكر أو ضغط؟ لا لا يا فني طيب أوكي عملت تحليل بول؟ عملت تحليل بول أكتر من مرة ويقول لك يقول لك لا يقول لك فيه حاجة تانية غير التهابات البروستاتا؟ لا 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 الحمد لله طيب الحالة المعاشرة الجنسية؟ لا قويسة الحمد لله بس دايما يبقى فيه بربك سرات قصف سرات قصف طيب القوة الانتصاب كويسة؟ ولا بتتزاقب علاج؟ لا الحمد لله من غير أي مساعدة؟ الحمد لله طيب أنا بس عشان نكمل الموضوع ممكن أنا زي ما أنا اكتفقت مع الكنترول يا حاجة جودة إن المفروض إن أنا هقولك عن إيه اللي عندك بس في نفس الوقت إنت لك أدوية معينة مش اللي أنت خدتها إنت لك أدوية معينة الأدوية المعينة الأدوية المعينة اللي هتاخدها اللي أنا بأتكلم عليها لمضادات الالتهاب مش مضادة حيوي رقم واحد هناخد دويين هناخد دويين شيء اللي احتقان ودوى مضاد للتهاب مش مضادة حيوي أدوية الالتهاب لو حبيت تاخد تليفون وتكلمنا مليك الأدوية ما فيش مشكلة وده من الأفضل فحبيت أي حد فيكو هتروح السادلية تقول أنا عايز مضادة الالتهاب وليس مضادة حيوي ما فيش مشكلة؟ أنا ساعدتك عاوز عاوز رقم حضرتك عادي جدا اتفقنا إن أنا متفق هنا الناس قتل خيرهم إن احنا عشان نكمل الرسالة أنا عايز أنا كده أقول لك كلام جميل وطمنك وانصحك وقول لك حالتك إيه بس الموضوع مش هيكمل إلا أن أعالجك صح وإشان أعالجك صح لازم تاخد الدواء الصح تاخد الدواء الصح بحاجتين لو قدرت تتوصل معايا يبقى احنا كملنا الصورة وقتل خيرك ما توصلتش أتروح سادلية تقوله حاجتين أنا عايز دواء احتقان الحوض أو احتقان البرستاتة ودواء اللي هو مضاد التهاب وليس مضاد حيوي وتابعوني وأنا هشرح لك حالتك حاجة كودة شكرا زي ما اتفقدت معاهم إن احنا قادرنا المستطاع كل حد فيك وياتتصل هنحاول نبلور الموضوع ولازم يعني مجالة تصلت وطمنتك متشكرين هتنام على كده بإنت مستفدش حاجة هتروح لحد هكتب لك الإستامة مضاد حيوي وي 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 كلام ده يبقى خلاص احنا مستفدناش برضو يعني ننهل هو عنده التهاب احتقاني في البرستات التهاب غير صديدي في البرستات أو في الحوض عموما طب يا ترى ده مشكلة لا مش مشكلة يا ترى هو سبب سرعة القصف لا سرعة القصف هي السبب مجرد في حل حلنا زبط القصف على مدى أسبوعين شهر شهرين هيختفي كل ده هيختفي انتوا عارفين اللي ما نمشي كويس هيبقى يدعك في عينيه هيجي له حرقان في عينيه اللي عنده سرعة القصف بيجي له حرقان تحت يعمل له حرقان في ألم وحرقان في البولو وكلام الكل الأمور بسيطة نجيبها من الأول ونعالج صحوة القصف بس مع الوقت الحرقان هيختفي تكليتا هنعالج الحرقان ومعانشو الله صحوة القصف يعني هنزمت ألو أستاذ محمود أيها تفضل معاك تفضل بارك الله فيك أنا بالنسبة لألم حوض يعني في ألم بسيط بجنبك الشمال طيب ده مزمن ده مزمن مزمن ولا وقتي مزمن ولا وقتي يا حج محمود ده مزمن معاك ولا دلوقتي بس لا فترات يعني لو مثلا ننت الفترات زنجة مية وتخيط يعني بعد ساعتين ثمات بحيش ألم في جنب الشمال إنت نزلت نزلت حصوات طبعا اسمعني نزلت حصوات قبل كده لا عملت أشعات قبل كده عملت لا ما عملت موجات صوتية موجات صوتية عكليتين ولا حاجة لا طيب أوك طيب في ثالثانية دكتور معلاش معاك في ثالثانية معلاش برحب أنا عملت تحليل سائد منوي طيب العدد 90 والحركة A والB 45 أن الإجمال بتاعها 83 ممتاز ممتاز المزوجة خريفة ومطيس سيبك لا هو العدد والحركة العدد الحركة ممتاز عندك كم سنة عندك كم سنة يا محمود عندك كم سنة دلوك 40 خلفت قبل كده كنت كنت مجوز ومعي واد 65 لا دلوقتي عالس خلي في ثاني آه أنا مجوز جديد يعني ليه داخل في السنة من طيب حاض هذا الموضوعين بساط والموضوعين نحلهم مع بعض هنركز فيهم إن شاء الله ولهم حل توم رسول محمود موضوعه بسيط جدا الاتنين آه من ناحية أولا تحيط سائل منوي سوبر ممتاز طيب يا دا يديني كلام نهائي لا مش كلام نهائي مبدئين الأرقام مطمئنة مفرحة آه يعني شوية نقص في الحركة نقص في العدد لأن الزوجة التانية ما عودتوش فلازم نزبط الاتنين طيب يا ترى مع العدد والحركة الحلوين دولا الكتاب ما تقفلش أولا لازم نشوف الزوجة تحليل تحليل فقط الزوجة في الإنجاب بخمسة وتسعين في المية وكلام دا عادينا نركز عليه لأن النقطة المهمة جدا اللي أنا شرحتها كتير جدا النهار دا في العيادة الزوجة في الإنجاب معظم خمسة وتسعين في المية من مشاكل التحليل وبتعصير السادي لو التحليل مزبوطة وتعصير السادي ما فيش يبقى تقريبا ما فيش تقريبا ما فيش مشاكل يا ترى ممكن يظهر مشاكل زي الهجر بطنط الرحم ممكن يظهر العاجب في الأنابيب تكون حاجة صعبة خمسة في المية ممكن ممكن تحتاج تدخلات من الصدر رفاض الأخصائية بتوع النساء ممكن لكن خمسة وتسعين في المية مجرد التحليل هتوصلنا الحل وتعصير السادي هتوصلنا الحل بدون الكاشف وبدون المتابعة وبدون 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 خلي بالكم الكلام دا إذا موضوع الإنجاب موضوع بسيط أول ما تيجي المراتك الدورة كلمني أو تتابع معي وهنشوف الحل دا ومحلولا ان شاء الله عايز أقول لكم طول ما احنا فهمين يعني إيه إنجاب وبرضو يريد نركز في الكلام دا وإن الإنجاب زوج وزائد زوجة لا زوج بس ولا زوجة بس وما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يبص الورق الزوج عنده دكتور ويبص الورق الزوجة عنده دكتور عشان كده الزوج والزوجة بينكملهم مربعا موضوع ألم الجنب وألم الحض هتكلم عليه حاضر ألو ألو مساء كيفة أستاذ عبد الحميد مساء اخي مساء كيفة تحت عمرك باش أحب وكنت فيه عندي ألام عند فتحة الشراج يعني أريضا من الموضوع يعني ما بين الخطس أو الشراج أه يا فنن فيه ألام ألام بلاحظ الموضوع بلاحظ الموضوع ده لأن كان بيحصل ممكن مثلا أركب عجلة سبق عندي مثلا وألاقي إن لم بعد مركبها عشان يكون ستحصها شوية ألاقي الواجعة يزيد طيب السنك ممكن السنك بالزبط خلاص أنت ما شاء الله ما شاء الله شخص نت السن كام السن فندم 41 سنة لا سكر ولا ضغط لا سكر ولا ضغط لا أي حاجة فنة تمام فيه حرقام في البول بالزبط فسألك أنت يعني النقط فيه حرقام في البول أه الجنس أخبره إيه لا لا فيه خالصا مفيش مشكلة لو قصف كويس لو أنت صاب كويس وده أي حاجة فنة مخالص ممتاز ولا ما فيه ولا ما فيش لا الحمد لله بشأنا فيه فيه موضوع عندي ممكن يحصل استثارة لا حصلش في جماعة مثلا ما هو ده يا أشوف والله أنت دائما سبق بحاجة جميلة أنا كنت لسه أقولك وأقول للناس كلها أنا ممكن أكون بتمارس بس في نفس الوقت هي الفكرة فكرة إيه هو الجنس إن أنا لما أثار أمارس وما جاهزت نفسي نفسيا إلا لما لقي الوضع متاح لأن الأثارة دي بتكتم وتحقن ويبقى وعلى فكرة هيختافي إن شاء الله يعني أنت أنت مشخص نفسك والموضوع يعني عارف حالتك بالكامل كده هي تقريبا هي اللي أنا بكلم فيه وتقريبا مرخص اللي أنا عمال أهاتي فيه فالده ده اسمو احتقان احتقان في الحوض وما حواليه احتقان في العفش الجنسي احتقان في البرستاتر حتى في الجلوس بلاي الألم في عند فحل الشرق كل ده يختفي كل ده يختفي هيختفي ما كونش موضوع داخل مثلا أورام أو حاجة كده يعني هو هو في حاجة في الطب يا سيد حميد مهمة جدا إننا لا أستبعد حاجة ولا أهمل حاجة يعني المفروض إيه إننا أي حاجة بابدأ فيها من برد الورام خبيسة شوف أنت شكت في إيه بس واحد وربعين سنة هيجي لك المفروض المكان ده لو واحد مثلا اشتك اشتك وديه عنده ثمانين خمسة وسبعين ممكن أبدأ أجري والكلام واحد وربعين سنة لا ده احتقان جنسي فقط نجير اتفقنا يا ترى أخاف من حاجة لا المكان ده كله ما يخوفش أصلا والشكوى اللي عندك شكوى مشاعة وشكوى عادية ومن أبسط ما يمكن وعلاجها من أسعى ما يمكن بس لو نشينا صح علاج إيه علاج احتقان الحضوى البورستات ده موضوع بسيط جدا هتتصل بيها هملك الدواء أو هت برضو هناخد علاج في مادة اسمها دوكسازوسين بالدال دوكسازوسين طب ما حافظهاش دلوقت انت عارفين لقيت ناس بتكلمني وتسجل المكالمة لما كونها همليله دواء همليله حاجة لقيت بيسجل المكالمة عشان يروح هي روجيتة عند السيدان فأنت ممكن ترجع لليوتيوب بتاع الحلقة أعتقد بينزلوها وانا ان شاء الله الأستاذ عمرو جميع يحاول ينزلوها ترجعوا لل يرجع للفتة دي ويعيدها كده ويسمن ده الدوكسازوسين ده من أجمل ما يمكن فيه واحد ملي اتنين ملي اربعة ملي فيه شركات منزلوها خمسة ملي يكفي ان الواحد ياخد اتنين ملي متوسط لا هتبقى كتير ولا شوية اتنين ملي مع اي قرص من مادة زي الديكليفوناك الديكليفوناك دي مادة علمية شائعة في العالم كله معمول منها مية دواء طبعا كده احنا ما بنعملش اي دعاية لأي دواء لان معمول منها مليون دواء بأسامي شركات احنا بالنسبة لنا لا مادة علمية اسماء ديكليفوناك ومادة علمية اسماء ديكليفوناك اخد من هنا اتنين ملي واخد من ديكليفوناك خمسين ملي ارس يوميا انسى فوق الاربعين فوق الخمسين شاب بلسه بالغ جديد اتحداكوا انا بقولها بثقة بكلم بثقة اتحداكوا لو اي حد من بعد البلوغ حتى الناس الكبار في السن خدهم مرة في اليوم وتقريبا تسعين في المئة من مشاكل الام البول الام المنطقة اللي هي ما بين الشرق والخصيطين الام الخصيطين الام الحوض هتختفي احيانا بد جرعة ديكليفوناك مرتين في اليوم لما يكون الام شديد احيانا بدها حقنا معنا اتصال ايوه ايوه مندي اتفضل استاذ موسعد ايوه دكتور اتفضل استاذ موسعد ايوه دكتور ما حدثك سامعك انا سامعك ايوه دكتور ايوه بيتفضل اتفضل انت بالنسبة لي عندي احتقام في الفوض جميل عندي احتقام في الفوض عندكم سنة عندكم سنة عندي 52 سنة طيب مع دوالي في القصية الشمالية تمام همش معك للاخر وهنكمل تمام ناشى 52 سنة دكتور بس انت مخلف وبايي جد لا انا لست مش جد ولا حاجة بس مخلف الحمدلله مخلف معي اربع ولاد ربنا يخليهم يعني اذا بيبلغوك بس ابعلي على التلفزيون شوية عشان الصوت ابعلي على التلفزيون خالص تمام وط الصوت الفكرة ان ننسى الدوالي دوالي مرتبطة بالخلفة انت منجب انسى الدوالي و هنضيعها مع العلاج ايوه دكتور بالحن نام مرة و اثنين في اليوم وبالليل و انت نايم اه ايه لا ما فيش ما بتقومش ما بتقومش ما بتقومش جميل البول صعب ولا سهل نزوله صعب ولا سهل اه البول شهل خالص بس كتاك سيعة في دغط بالباية اه يعني اه سهل بس تقطيع فيه يعني على مراحل على مراحل يعني انت ممكن تقعه ممكن بعد ما تقوم تقعه تاني عشان تفضي ما انا هاوصلك انا السؤال الجاي الحالة الجنسية كام كام في المية لا انا ما عرفش انا حملتش قبل كده لا انت ذاتك انت ذاتك حدث انك نص نص ربع ربع لا لا فوق النص نص ان شاء الله يعني ستين سبعين في المية عايز زق صغيرة اه بزق تمام عناية الاثنين هاشرح لك العلاج الاحتقام معروف وعلاج الجنس معروف وان شاء الله يعني انت لو رحت لأي سيدلية وانت عندك واحد وخمسين سنة وقلتول انا عايز مادة اسمها سندلافيل عايز تركيز خمسة وعشرين سلدنافيل وده مش اسم شركة لا في منه ميت منتج خمسة وعشرين واخد قرص ونص قبل الجماعة من ساعة لساعتين تصدقني هتيبقى زال فل وعمرك ما هيشتشتكم الدواء سندلافيل خمسة وعشرين اقض قرص ونص قبل الجماعة بساعة وساعتين من ناحية احتقان يعني جميل انه يبدأ يقول لي عندي احتقان انا عايز مع الزمن يعني ياريت وانا عايش وتيجي فرصة ان انا اسمعكم مبسوط في الواحد مبسوط في اخر حياته وكده انه لم ابدأ ما اسمعش كلمة التهابات عايز اسمع في المسالك دايما احتقانات وده الصح المسالك من تحت الصرة كلها مليان احتقانات انا عايز اقولكو الاستاذ محمود اللي كلمني وقالي على موضوع الانجاب درب عصفرين جمال جدا موضوع الانجاب وتحليله الحال وهم جاء مخلف قبل كده مزوجة الاولانية على فكرة انا عايز اقول نص سؤال موضوع كبير النص الاولاني بقى موضوع الالم الجنب وقالم الحض ينتهي بصنار موجات ثواتية هتقول الكليا انا عايز بس لازم فهمين يعني ايه كليا الكليا دي تصريف تصريف صرف فضية ومصرفة انسة انسة انت ممتاز الامور مش بالصعوبة دي موجات ثواتية لقيت الكليا مصرفة ما فهاش حدثه انسه خلاص المسألة كده ما فهاش منشكلة ايما بدوره هيبقى فهاش وقت اه لا مصدع ولا حاج تلعفها انسداد نسلكه تلعفها حسوى نسترد معاها لكن معزم الوقت بيبقى الام احتقانية او رومتزمية او برد الو استاذ محمد ايوا اتفضل يا استاذ محمد معايا الدكتور معاك يا استاذ محمد الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخو بارك يا دكتور انا الحمد لله بخير الله عليكم بارك فيك يا دكتور معاك سامعك تحت امرك عجب سألك يا دكتور كان عندي العدد الوليل والحركة الوليل العدد كام العدد اخر اخر تحليق عندي اثنين مجهور وده مش قليل تخيل في الخلفة والله ما وقليل والله لو تعرفه والله لو تعرفه ان احنا بندور لناس اللي هم الصفر على حيوان ما نقول واحد او خمسة او اربعة لا احنا بنوصل بندور على حيوان ما انا واعرج حيوان اكتع عشان نبدأ نستغل احنا في نعيم اثنين مليون في الملي يعني لو الجماعة اثنين ثلاثة ملي بنازل ستة سبعة ثمانية مليون طيب والحركة كام ضعيف حركة ما عارفش الصراحة يعني ما انت بتقولي ضعيفة يعني ايه اللي عارفك نضع من كتورك يعني اقل من خمسين ايه في حوالي كده طيب انت سنك كام انت سنين ثلاثة مليون سنة انت لست تغير او متجوز بالك قد ايه بالي خمسين ما حصلش اي انجاب فيهم لا طيب انا هسأل سؤالين مهمين اوي انت عملت اشعات اشعة او عمليات ولا حاجة انا عملت ايش لا وعملت تحليل هرمونات لا لا خدها قاعدة انت الهرمونات عندك انتاج ما تعملش هرمونات الهرمونات دي بعاملها للصفر فقط انا ما عندي انتاج ما بعملش هرمونات لكن عملت اشعة اطلع في دوالي ايه وفي دوالي متدرجة تانية لا سيبك متدرجة برضو معلومة فرصة فرصة ان احنا نتعلم تمام الدوالي مش بالدرجة الدوالي مش لان هعملها اعملها لو انا محتاج ايه طيب الزوجة تحليلها لا هي السليمة لا احنا مش بالسليمة عمل التحليل عمل التحليل طيب اوكي احنا برضو مش عايزي مع احترامي للجميع تحليل الهرمونات بتاعتها طبعا صعب تقولها لي صعب تقولها لي صعب تقولها لي طيب اوكي انت دلوقتي موضوعك هيبقى حلين لو هي لما تبعتلي تحليلها واخد تليفوني بعد الحلقة وان شاء الله لو مش معهم هسيبوا تاني وارح لأي حد اقولك تب في جوجل كده الدكتور امين مص هجيب لك التليفون مفيش مشكلة تبعتلي بعد كده على الوطف تحليلها فكرة 2 مليون والعدد ان شاء الله محلولة ليه انا عندي مصنع شغال ازود انتاجه انا مشكلة دايما في المصنع اللي مش شغال ليه بقى لان الصفر ده انا مش عارف هيشتغل معايا ولا لأ عربية بطلانة مش عارفين انا هنزقها ونشغل العيد فين ممكن تبقى محروقة وهكذا لكن خاصية بتنتج زي الارض زي الشجرة بالاهتمام تزيد بالعلاج بالدوالي باي اسلوب الصبر يتخلف 2 مليون يتخلف مش وحش لدرجة دي مشكلتنا كاطباء ان انا لما انا اتعلمت 15-20 مليون لما بشوف 2 مليون بنسى ان هما 2 مليون وان هما في الملي وان لو الجماعة 3-4-5 ملي يبقى 10 مليون مليون قدي دولة من الدول ده في الجماعة الواحد يعني الفكرة لازم تتفهم صح انا شفت واحد 9 مليون ومخضوض 12 مليون ومخضوض ليه ما احرفش يبقى في كل الفكرة ان ان شاء الله الامور بسيطة بس لازم في انتاج عند الزوج والزوجة يبقى ورقهم يتشاف مع بعضه وينكملهم مع بعضه ما ينفعش ان انا اقوله عن النفس ضعيف وانا معرفش حاجة عن الزوجة لان احيانا بيجي الزوج وانا بعد عليهم ضعيف وفجأة ان الزوجة سفرة الزوجة مخزونها مش هتخلف يبقى الزوج ظلم نفسه احنا عاملين نضرب في اتجاه واحد والعكس بيحصل لا ان شاء الله نحلها استاذ محمد بس نرجع بقى بسرعة قبل اي اتصال ما يجينا ان شاء الله لو جالنا اتصال احنا جاهزين بس انا بستغل الفرصة زي ما قلت ان انا فرصة الاتصالات افتكر النقطة نتكلم فيها فكرة ان انا اي حد عنده واجع في الكلية واجع في الكلية لوحدها في الغالب في الغالب بالنسبة كبيرة ممكن برد في الكلية يعني ايه برد في الكلية خلي بالكم ان الكلية زي حبة الفول بس على كبير حواليها عضلات سهل جدا ان يجي اي مشكلة في العضلات العضلات ذاتها خلي بالكم يعني بس يقولك ازاي انا سيواجع في الحتة دي ويشاو تقول لا تم ده اسمه بيت الكلوة ده كله عضلات باسك من اول الفقرات لحده قدام بيسمع في ظهر اه لحد دلوع من فوق ولحد الحض من تحت ولحد باتنك من قدام كل المربع ده الكلية اسمه بيت الكلوة الكلوة فيها حاجة اوكي ما فيهاش حاجة حواليها سهل جدا انا اللي هميني ايه هميني شغل الكلية يا ذاته الو السلام عليكم اتفضل عليكم السلام عملي يا دكتور تأمور يا مدام آية ازاي حضرتك الحمد لله فصة دكتور انا عندي ابني عنده ست سنين تمام وبيعمل حمام على النفس بس ايه هو طول النوار يعمل كويس يعني في الحمام بس بس اول ما يخطي دناغه قبل انا بدخل الحمام قبل مينام على طول جدعة بس قبل اول ما يخطي دناغه ما يكمل سي دقتين ويعمل برضي التاني يعني مش بيعمل مرة واحدة بيعمل كذا مرة كذا نومه تقيل كتير نومه تقيل نومه اه هو نومه يعني بنام مش بيخ شاقي شاقي اه يعني بيلعب كتير وبتنطق كتير اه بيلعب كتير وبتنطق كتير بينام بدر ولا بينام متأخر يعني على ساعات بيناموا عشر احداشر كذا وبيقوموا مثلا ايه سبعة اه ساعات بيقوموا على تسعة عشر كذا احنا دخلين في حداشر ساعة نوم كتير او الموضوع بسيطة جدا 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 وهشرح لك ايه التعليمات اللي انت هتكمليها انت بتعملي ربع تعليمات هكملك التلتة ربع ازاي تكملي تعليمات كاملة وهنضيف عليهم ادوية بسيطة لما تكلميني في تليفون ادوية بسيطة اتمنى ان كلها اسم تجاري كنت اقول لكم عليه في الاسم علمي لكن ان شاء الله لما تكلمين هكمل مع الموضوع يعني بسيطة الى ابعال مش ببسطها من عندي تعود وعشان كده هيبقى فيه طفل النومه خفيف ومصحصح ممكن نعملها مرة غزبن عنه بس مش عملها تاني لان جسمه مصحصح فيه النوم تقيل قوي ده احيانا لما يعملها مرة بعد كده جسمه ما بياخدش باله مرة اتنين بقى التعود زي اي حركة بيعملها الجسم زي اللي بيأكل ادفره زي اللي بيعمل اي حركة بيعنيه بيبقه زي اللي بيقلق بدري زي اللي بيعمل اي حركة من معدته من بقى اي حاجة حركات الجسم العقل بقى لا ايراضي بيعملها عشان كده انت قلت تبول لا ايراضي اللي بيحصل ان المثانة لها عقلها منبه لوحدها لها عقل بطل لوحدها فضت مرة او المنام ليه شارب سوال كتير كان واكل كان نومه تقيل كان فيه مشكلة كان عنده برد ففضة بقول بعد كده اتعودت يوم ورا يوم ورا احنا هنقطع كل العادة دي هقولك ايه ان شاء الله بعد تتصال هلو السلام عليكم وعليكم السلام تتكلم حذك يا دكتور تقوم رسيس فراد تحت امرك لا ما اشأل لهم لموازة بس انا من صغري وانا عندي لموازة املحه صديد كنت ديما روح حالي ليقول عندك املحه صديد لا هم بيقولك كده لمجرد ان هم عايزين يرتاحوا منك لكن ما فيش مرض بيقولك املحه صديد بقى البول عندك سليم يعني اصلا لما بيلاقي البول سليم بيقولك املحه صديد لانا مش عارف يقولك حاجة فاهمني اشرب مية كتير كنت اشرب مية كتير من صغري واخر مية كتير طب ودلوقتي حصل معايا من شهر واحد اللي جاب دي اللي فات حرجان في البول وكانتش اقدر تحكم في البول انا عندي سكر وضر اه تمام اربع اربع وخمسين اربع واربعين سنة تمام تمام فجدت من حالي في شهر ثمانية اللي فقيت داخل اللي لسه بجاشة اللي فات مم لما اوضع عملت حتى وبتاع وتابت والدراكسومة عربية داخل في بطني فعمل لألام في الكليتين تمام لما رب انا شايفانه وجدت تجوم وبتارك تعمل تحليل وكده وروحنا الدكتور بتعمل سالك بقولي يا جلق عمل اشاعاته بتاع جلق عندك حصوية واحد وسبعة من عشر خلي بالك الحصوية دي موجودة في الاصل تمام اه تمام طبعا انا سواجي نجل بعد حاضفك بعد اذنك سبعة من عشر طبعا مع الهاز واحد وسبعة من عشر تمام من ساعة الخطة اللي تخبطت في الكليتين دول وانا فيه ألم لغاية الوقت روحك المستشفى هنا عندي يعني ألم في الجهتين ولا في جهة واحدة في الجهتين لانا تخبطت في الجهتين مرة واحدة تمام 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 أسماء الصلاة والجيام والجهود بحس بالألم بتاعهم كان يعني فيهم حاجة تمام بيكتفوك مع الحركة بتعبوك جميع تمام تمام لكن انت بتمشي كويس بتمشي تحرك كويس لا أنا حركة الحمد لله طبيعية طبيعية جدا كل حياتك طبيعية لكن مع بعض الحركات جنبك جنابك اثنين بيقفشوا عليك اه أوجات وأوجات لا أوجات وأوجات لكن ما فيش دم في البول ما فيش حاجة في البول لا ما فيش دم ولا حاجة بس تعند عرضو الحركان خالص تمام تمام أنا رحت عملت أشعات عشان أشيل الحصوة الحصوة تفيد عشان عنده سكر وبتاع تمام عتى القبلة الدكتور جال اللي يرجع للقبلة اللي هي بتاع السنار هم هلا تشوف حيب البرستاطة فجيت لي خلي الوما تحزنك جاوة تعالي أنا اعمل لك أشعب كبير أنا عايز بصير الوقت أنا بصير جامل كتير جوانا بالليل ممكن بتحويل عشر موات بتاعه تمام بس السكرك مظبوط يوصل كامل ربعميات ولا تلتميات لا 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 متين وخمسين تلتمية متين وثمانين بتاخد إنسلين ولا إراس باخد برشام وسعاتها بطة لأخد خالص تمام تمام يعني مهم الشوية في مضاء السكر تمام تمام والحالة الجنسية تمام الحمد لله زي الفل هي في سرعة قاسة بس في سرعة قاسة بس الحالة الجنسية مشا كويس بدون إراس لا الحمد لله من غير حاجة عندي خمسة أولاد احنا نتكلم في ثلاث نقاط إن شاء الله وبردو لو في حاجة تبعني ونحاول نحل ثلاث نقاط إن شاء الله بس كلمة إن أنا لازم أفتت علشان عنده سكر لا مش مبدأ يعني أنا عايز اللي ممكن تعمل عملية وعندك سكر وأنا بأه زبط سكر بس بس أنت فكرة إيه أنت حاطف اعتباراتك إن أنا السكر مش هتزابط لا هي الزبط وإن شاء الله لو التفتيت هيدايقك واحد وسبعة من عشرة بدل ما يجي جلسة واثنين وثلاثة ممكن تتعمل بالمنظر ممكن جراحة عادية جدا وما تقلقش من نامية من نامة سكر طول ما سكر من الضبط هشرح لك المواضيع إن شاء الله عني أولا ليس هناك الألم اللي في جنبك لاثنين أولا الحصوة مش تعمل ألم في جنبك لاثنين الحصوة هتعمل في الجنب بتاعها وأحنا ما تعملش الحصوة كل ما تكبر أنا سؤالي النهاردة غريبة جدا إن حد مرافق لمريض بقول لي إزاي التعب دا كلته وهي اللي موجود عند أخته أو عند مراته أو عند شوات حصوية يعني إيه اللي بسمعها الرواسل بقى حصوة صغير آه طبعا كل ما الحصوة تصغر جدا تتعب جدا وكلام دا قلناه كثير جدا الحصوة كل ما تكبر ما تتعبش لأنها بتنام بتقرسها بتققز الجبل الحصوة كل ما تبقى مش باينة بتخليك تبقى زي التعبان كل اللي أنا ممكن قلت مرة يا جماعة لما تشوفوا مريض مغس كلاوي بيتلوى جامد كل ما يتلوى جامد تأكد إن الموضوع بسيط الساكت خاف عليه لذي ممكن تكون حصوة قد الكليا كلها عاملة احتلال الكليا كلها يبقى إذن لازم أنا ما أخدش الأمور إن الشكوى عالية يبقى مصيبة عالية لا طبعا في المغس كلاوي العكس دا رقم واحد يبقى الألام اللي في جنبين مش شرط يكونهم من الحصوة لا كتير جدا بيبقوا من ألم في عضلات كليتين ودي علاجة سهل جدا بس الحصوة تهمة لا طبعا أنت أولا صغير ممكن تقول لست في نص عمرك التاني حاجة السكر هي تعبك مع الزمن مع الحصوة لأن الكليا بتكرر السكر ولما يكون جواها حصوة لا لازم ياخد موقف صلوة تبقى أسفة داك في الحرقان لكن الحرقان يجي من الحصوة لا لأن الحصوة لو تحت لو في الحوت الحصوة اللي في الكليا تدائي الكليا اللي في الحالة تدائي الحالة بالكليا اللي في الحوت تعمل حرقان في البول لكن عندي حصوة في الكليا وعندي حرقان في البول ليس هناك ربطة ما بينهم حرقان البول بسبب صعوة القص بسبب إهمل السكر السكر لا يهمل إهمل السكر أنا بالنسبة لي لما بيجي أي حد مشكلة في الكليا بوظائف بدأت تعلى شرطة بشرطة يعني مثلا من 1 و 2 1 و 3 من 10 1 و 4 من 10 ببدأ يعني أتقنى وبقى بطيء في التفكير والورقة قدامي شايفها يعني عندي كده شوية يعني ايه مش صدمة لا عايز أقوله لا الأمور عايزين نبقى أحسن من كده لأن السكر مع الحاجات دي مش أقوله مش حلو لا عايز اهتمام بنبقى ماشين زي اللي انتعارفين اللي في السيركي ماشي على الحب أي هزا هي قوعة الشمال قوي مين بعكس اللي عنده بداية وظيف كده بداية ارتفاع ومعنده السكر بقوله لا اتمطح بشي احمل نفسك نظامها بقى ايه ابعد عن شوية قل البورتينات قل ابنع البوتاسيوم وقل البورتينات وزاود النشويات خلي بالكم من كلمة تزاود النشويات دي عشان ممنوع فريض السكر ودي اللي بتكتفنا إذن السكر لا يهمل يا أستاذ محمد يا فرج لا يهمل السكر وإن شاء الله تابعني وهنزبط التلات حاجات ألو سأخير يا فاند سأخير يا فاند سأخير يا خلالتك أنا عندي 36 سنة لا أنا لازم أعلي السوق تمام 36 سنة تمام بعد معمل حمام المية بينزل نقطة بعد كده تاني تمام متجوز مفيش مشكلة انجاب طبيعي الحمد لله الحمد لله الجنس طبيعي تمام الحمد لله يعني لمشكلة قصفة أو انتصابة لأي حاجة تمام ده برضو ده العادي ده الاحتقان اللي بيخلي العضل الجلدة بتاع البلوسات أو المحبة ذاته يبقى دايما عامل زي الاحتقان اللي بيجي في الأنف فيخلي الإفرازات تسيب من نفس الطريقة وديعلاجه من أبسط ما يمكن من أبسط ما يمكن المفروض بنعمل يعني لو انت عايز تابعني هتعمل تحليل بول وتبعته لي وان شاء الله العلاج مبسوط سهل جدا ومزبوط لو مش متكسل تعمل تحليل بولو عايز علاج اقول لك اروح هاد دوكسازوسين اتنين ملي أو واحد ملي ما فيش مشكلة ومعاه بيكلو فيناك خمسين ملي ومرة كل يوم هتختفي النقطة دي خالص في خلال عشر يام أو عشرين يوم أقصاها لأني أنا عايز ممكن برضو عايز أقول رقم واحد يا ريت ما تهملوش المتابعة لأني ما فيش أنا ممكن أنا من كلمة دايما لازم هكررها كتير في أربع فتحات عند كل بني آدم أربع اتنين مداخل واتنين مخارج نستمتع بيهم أنف وفم نستمتع بيهم مخرج بول ومخرج فضلات براد نستمتع بيهم لكن ما نتعذبش فكرة ان أنا أبقى البول مدايقني وساكت ليه دا العلاج من أبسط ما يمكن لا تتخيلوا سيبكم من سعره ان الشريتين دول تمانهم عشر جنيه وخمسون جنيه الفكرة فكرة ان التشخيص بسيط وفي الآخر ان أنا مهم الحاجة هتختفي في يومين في أيام لن هنوصلوا حالة مهملة وحالة هتبقى معصلاجة تقعد ايه أسبوعين ثلاثة شهر ما حصلتش هلو هلو اهي باشي تفضل يا باشي أستاذ حسين تفضل باشي بشك تفضل معاك هلو معاك تفضل سامعك وعليكم السلام وعليكم السلام الحمد لله لك دكتور الله بشيك بخير يا باشي الحمد لله باتت اللي عندي رقو في الحالة الدنسية كنه اه تلاتة وستين تلاتة وستين سنه اه وعندي كليا تعبالة شوية واقفة وكليا شغالة طيب لا لا نوقف في حاجة حسين نوقف في حاجة حسين انت بتقول كليا واقفة وكليا شغالة صح؟ اي طيب نسب الوظيف طبيعية ولا لأ؟ اه الوظيف طبيعية جاي بس بس عشان تبقى فاهم انا ربنا خلقنا ادانا دبل ادانا دبل نعمة دبل في سبيل ان واحدة تشير واحدة لما واحدة تتعب اه اه ادام الوظيف طبيعية انسى 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 وان شاء الله لو في حاجة نظب بس ادام الوظيف طبيعية بقى كويس اه قلنا فيه سكر انا فيه سكر لما عندي سكر عندك ضغط بس عندك ضغط بتاخد له ايه؟ اه بتاخد له برشام اه نوعه كده كان يكاتبه دكتور بتاع دكتور احمد يحاول برشام احمد كده مش انواع كده بتاع الضغط بس كده انضغط كويس لا انا كنت عازة عرف النوع لان فيه انواع بالدطع في الجنس طيب الجنس وصل كم في المية صفر ولا فوق شوية ما فيش البول في مشكلة طيب اوكي ياريت ان شاء الله تابعني وياريت ان شاء الله ياريت قبل ما تقفل يدوكم التلفون ارجوهم وخذ التلفون وكلمني وان شاء الله هزبط الامور معك باذن الله لان انا زي ما قلت مرة واثنين وثلاثة لازم نتكاتف لازم نتكاتف انا وانتم وكلنا ان اي حد عنده مشكلة في العلاقة الزوجية نحلها اي نعم دلوقتي باقي فيه مليون برنامج بيتكلموا عن التنمية البشرية وتربية الاطفال والعلاقة بين الزوج والزوجة والاتيكيت والكلام لا انا عندي ما هو اهم الحاجة اللي هي تقش انت عارفين اللي يقش انت عارفين لعبة اي لعبة كوتشينا كده اللي هي لعبة اللي بيلعبوها في الاخر كل واحد يرمي ورقة وفي الاخر حد يقش كل ده اللي يقش كل ده هو علاج المعاشة الجنسية لان لو تحلت كل المشاكل المبين الزوج والزوجة مشاكل الارض هتنتهي مشاكل الشارع هتنتهي كل مشاكل الاسرة والمجتمع والدولة كلها هتنتهي يبقى إذا الأمور بس لازم الأمور دي نحلها ما نحملهاش وأنا بشجع أي زوج وزوجة أن هما يسعوا للحل وأن أنا هنقف معاكم والقناة هتوقف معاكم وأي حد هديكم تليفون وأنا هتعاون معاكم وأنتم مكانكم لأن الأمور مش محتاجة أنك تمشور مثلا وجين الماخر دي أبدا وأنت مكانك الأمور بسيطة وإذا ما قلتلك بس يا عايزة أن أنا بقى فاهم أن العلاج الجنس مش زي ما قلت المرة اللي فاتت أنه مش بالطبق مش بالإزازة لا أبدا نجور عبا بسيطة بنبدأ وبرده ركزه وما تنسوش وأتمنى رسالة توصل بأخد جور عبا بسيطة أبدأ بجور على الأقل من المتوقع عشان ما تتعبكش جابت نتيجة يبقى خيروا بركة ما جابتش نزود سنة بسنة لكن ما بنزودش مرة واحد عشان إيه دايما لفوق الخمسين وستين أنا ما ضمنش هتزود دربة القلب شوية هتدايقوا في نفس شوية وبدل ما يكتم ويديق أو يرجع وهم مش ياخد باله ويبقى كره الموضوع أو كره العلاق كله لما تاخد جورعة وتلاقيها ضعيفة شوية ما تقلقش وما تزودش الغلطة المتكررة اللي هو في نفس اليوم خد نص أرس من هنا أنت ما جابش نتيجة أو لا نفسه لسه ما وصلش يروح واخد أرس من حاجة تانية وأرس ما قال لا انتوا فاكرين مش عارف في فيلم كابري عاملين يزغطوا العريس يزغطوا العريس ان شاء الله لحد ما يعني على المقابر على طول ما ينفعش ما ينفعش لأن في حاجة أقصى زي بالزبط بالمرة احنا كده عرفنا موضوع العلاج الجنس المسكنات في الألم في الألم الكيلة يعني ما فيش حاجة اسمها أولا فكرة أنه ده قدي مسكن عشوائي للكيلة غلط يروح يعدي والله العظيم بنفس الطريقة اللي يعدي يروح مسففه برشامة سليمان عيد ربنا يدوله الصحة لما خربوا بيته بنفس الطريقة أي حد يروح ما عدي على استقبال يروح يدوله حقنة كذا يروح ما عدي على سياد الله يدوله حقنة يقول له لا أنا هديك الخلطة الفلانية ما عدي على الدكتور الفلاني لحد ما يجب في الأخير ما انت شبعت المسكنات بطريقة عشوائية ما وصلتش للنتيجة يعني أنا زي ما بدي المثل أنا فيه صورصار ما عدي اضرب شبش خلاص انتهى التعبان ما عدي ما ينفعش ان كل واحد يضرب شبشب وخلاص مش يموت التعبان هو عدي ضربة واحدة من واحد بتضربة واحدة انتهى التعبان لكن الده ده حقنة والتاني يدي حقنة وكل واحد جيد يقلب حقنة وكل واحد يعني يعمل انت عارفين النظام القديم أحط كذا على كذا وفي الآخر اللي عيني جي شايلينه موخد المسكنات ده كلها خطر خطر على الكليا خطر على دمه خطر في خلال كم يوم بتنزل مجرد المسكن يطلع من دمك بتنزل اذا لما يكون عندك مغس كلاوي مش عايز التوهام مش عايز ان انا اتنطف مكان المكان اخذ مسكن دون مسكن وجاي فرحان انا واخد سبع حقن يا فرحتي ماهم السبع حقن دولا كانهم سبع ضربات بشبشب او بيدك على تعبان لا انا عايز ضربة واحدة امبولين من نفس النوع من نفس النوع على فكرة من نفس النوع امبولين مع بعض بسرنجة واحدة ماينفعوش اتأخذو شكتين جنب بعض شكة واحدة هتلاقي المغس كلاوي اختفى تقريبا معظمه في ربع ساعة أو تلت ساعة بنفس طريقة ادوية الجنس كده ماينفعش ان انا اخد نصف ارس من هنا وارس من هنا وفي الاخر لا ده يشتغل ولا ده يشتغل ولا ده يشتغل بس انا اجهدت ودقت قلبه وعمل 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 وفي الاخر جاي يقولك لا الادوية فشلة الادوية مش فشلة هو الاسلوب اللي فشل لازم نبقى احنا نتأنى كبشر وانا شاء الله انها مش مرضى كبشر كالمتعاونين اللي احنا متعامل معهم سيدليات او لازم نتعلم وانا بعرفين ايه هي الادوية وعلشان كده من الافضل الشركات كلها ما تديش انتاج غير جرعة البسيطة ما طلعش غير خمسة من الفاصيلة معينة ومثلا وخمسة وعشرين من الفاصيلة التانية ويا ريت يطلعوننا اثناشة ونص من عيلة السندلفيل الى الحبة الزرق كان زمان المية وكلام ده يا ريت نص وانتناشة ونص عشان لما ياخد ارسه واثنين ما يتعبش دايما ليه بقى اهم حاجة عايز ياخد بالارس و بالاثنين لما ياخد ارسين خمسة من مادة معينة مش هوصل لمستوى ان يتعب لما ياخد ارسين 12 ونص حتى انا بدي خمسة وعشرين ومعاهم نص كمان سترعة وثلاثين ونص مش هلصل لمستوى الاجهاد لجسمه وانه انه يبدأ يكره الموضوع ذاته العملية بالكامل المصمم ان كل اللي اتكلمنا معاهم النهاردة اشتكوا وفصرنا لهم اللي عنده احتقان واللي عنده حرقان واللي عنده الام في الحوض واللي عنده الام في الكليا واللي عنده مشكلة في تحليل سائل منه وتأخر في الانجاب ولي 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 متشكرين هو اشتكى وانا سمعت وشرح هيستفدي ازاي تواصله معنا تواصله معايا وان شاء الله اي حد فيكو يبعث لحليله هرد عليه و اي حد فيكو هيتصل بي اضعف الإيمان لو انا مشغول هقوله كلمني في وقت تاني بس هرد عليه وهملله الأدوية اللي تناسب حالته ومتابعين مع بعض الحد بيبقى زالفول الامور بسيطة وعلاجة بسيط جدا كنا عايزين نكمل نقطة السلس البولي ونقطة البول عند الستاتة والرجال زي ما قلتلكم دايما ان الاربع فتحات عايزين فيهم متعة من ضمن المتعة بتاعة سلس البول ان البول لازم اعيش حياتي نقطة البول ما دايقنيش ما مجريش على الحمام البول ما يحرجنيش ما يغرقنيش كل ده هنزبطه مع بعض التبول الإراضي قبل ما ينام بثلاث أربع ساعات يا مدام آية ما فيش أكله شرب يعيش رمية بس ويباول مرتين مرة بعد أول ما يصوم ومرة قبل ما ينام بس يشرب مية يعني لو عيتش يشرب مية وفيه أدوية هماللهالك تبول الإراضي من أبسط ما يمكن وإن شاء الله لو جات فرصة إن شاء الله هنخرج بقى بقى موضوع البروستاتة شوية ونتكلم على السلس البول ونقطة البول والاستمتاع بقى التبول إن شاء الله لو المرة الجاية بإذن الله نكامل موضوع ده شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم اشتركوا في القناة